ثمانية آلاف مدرسة تفرض فيها الميليشيا الحوثية الطائفية إجراءات جديدة اتخذتها الميليشيا بإجبار الطلاب على ترديد شعارات العنف بدلا من النشيد الوطني في طوابير المدارس خطوة اعتبرتها نقابة المعلمين انتهاكا صارخا للعملية التعليمية وجل المستقبل وتفخيخ عقول الأطفال والزج بهم في المعارك من أمام نقابة المعلمين نوقع بخطاب إلى الميليشيا الحوثية بالتعسف جهة التعليم التي تقوم به على الطلاب وعلى المعلمين بأداء الصرخة في طابور الصباح وكما تنهج في المنهج الدراسي وتفرض على الطلاب أنهم يمشون على منهج غير منهج المقرر من التربية والتعليم نقابة المحامين اليمنين أدانت ملشانة التعليم من خلال تعديل المنهج وتكريس الطائفية والعنف فيه وكذلك استبعاد آلاف المعلمين واستبدالهم بعناصر حوثية وغيرها من الإجرات فيما قوبلت هذه الانتهاكات الحوثية لقطاع التعليم برفض مجتمعي أدى لفشل غالبية مخططاتهم الإيرانية لتزييف عقول جيل الغد فرضت ميليشيا الحوثية على الطلاب ترديد قسم الولاية بدل النشيد الوطني وبدل تمارين الصباح قانونا يجب محاسبة كل من قاموا بملشنة العملية التعليمية وإحالتهم للقضاء وحتى محاكمتهم مغيبا حتى تستقر الأوضاع وتستقر الدولة خمس سنوات من استهداف الميليشيا الحوثية للتعليم ما يجعل المواطنين يطالبون الحكومة والمجتمع الدولي انقاذ مئات الآلاف من الطلاب من تسيس الميليشيا للتعليم ملشنة التعليم انتهاكم تمارسه ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها من تعديل المناهج وتغيير معلمين وفرض شعارات طائفية في طوابير المدارس بلال صبر الإخبارية تعز